قال مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح بوجود ما وصفها بالأنشطة الإرهابية في المنطقة وعقب انتهاء اجتماع له برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار مجلس الأمن القومي في بيانه إلى أنه تلقى إحاطة بشأن العمليات المستمرة بنجاح داخل البلاد وخارجها على حد تعبيره كما أوضح أنه تم نقاش وتدابير الإضافية الممكنة بهذا الصدد دون مزيد من التفاصيل في أثناء ذلك قالت وزارة الدفاع التركية أن واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد ما وصفته بالإرهاب شمالية سوريا في المقابل طلبت أنقرة الوفاء بالتعاهدات المقدمة لها بحسب بيان وزارة الدفاع وفي وقت سابق أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع لويد أويستين أبلغ نظيره التركي خلوسيا كار بأن واشنطن تعارض بشدة شن أنقرة عملية عسكرية تستهدف الأكرادة في شمال سوريا تزداد احتمالات تنفيذ تركيا لعملية برية في الشمال السوري لم تخفي أنقرة إصرارها في تحييد من تراهم خطرا على أمنها واستقرارها بتكتيف الجيش لعملياته الجوية على فصائل كردية مسلحة باستهداف مواقعها في مناطق قريبة من الحدود هواجس الحلفاء والقلق الغالب على المواقف الدولية من التصعيد العسكرية التركي وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي قُبلة بلغة تطمين تركية أنقرة جددت تأكيدها بأن عمليتها العسكرية تنفذ بشكل دقيق ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا دون أي تهديد لسلامة القوات الأمريكية والروسية دعم بعض حلفائنا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية في سوريا واضح للعيان نؤكد على ضرورة وقف هذا الدعم إن الحكومة السويدية الجديدة أدت بتصريحات أقوى من بعض حلفائنا ضد الهجمات الإرهابية في تركيا لكن ينبغي أن نرى خطوات ملموسة أيضا يخشى الأمريكيون مع ذلك أن تبدد العمليات التركية المرتقبة ما أنجز في قتال تنظيم الدولة فرغم تفهم هواجس أنقرة الأمنية حيال الأعمال الإرهابية داخل حدودها تعارض واشنطن وبقوة أي عملية عسكرية تركية في سوريا بحسب آخر ما أعلن عنه البنتاجون يقول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال مع نظره التركي خلوسيا كار إن الولايات المتحدة قلقة من تصعود الوضع في شمال سوريا والتركيا خاصة بعد الضربات الجوية التي هدد بعضها على نحو مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين مع من سماهم شركاءهم المحليين في سوريا غير أن خلوسي جدد تمسك أنقرة بضمان أمن شعبها والدفاع عن حدودها من القلايا الإرهابية وفق ما تنص عليه المادة الحادية والخمسون من مطاق الأمم المتحدة للنقاش أرحب معنا من إستنبول من أستاذ سعيد الحاج الباحث المختص بالعلاقات الدولية وأيضا من واشنطن ريتشارد ويتس مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد يادسون مرحبا بكنا سيد ويتس عندما يقول البنتاجون بحسب ما أكدته أنقرة بطبيعة الحال طلب أمريكي بإعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا ماذا يفهم من ذلك؟ هل هو ربما ضوء أخضر أمريكي لهذه العملية ربما بشروط معينة شروط أمريكية معينة؟ هي غالبا من المفترض أن تكون العبارة غامضة فالولايات المتحدة تفضل أن تمضي تركيا قدما في مثل هذه العملية العسكرية لأن هذا قد يسبب تهديدا للأرواح الأمريكية على الأرض وقد يضعف الجهود المبذولة بشكل عام ضد الخلايا الإرهابية السوريين أو العراقيين في تلك المنطقة وربما أيضا قد تدعم الحكومة السورية أو قوات الحكومة السورية التي تتقدم في تلك المنطقة ولكن أظن أن البنتاجون يفهم جيدا أن تركيا قد تقدم على هذه العملية بالرغم من رفض الولايات المتحدة لها ولذلك هي تريد أن تقول أن هذا إذا تم فإن هذا سيدر بالعلاقات الأمريكية التركية ولكنهم يريدون أن يمنعوا هذه العملية ولكنهم أيضا يعطون أنفسهم قدر من المرونة في التعامل إلى الخروج إذا دعت الضرورة وإذا طلقت هذه العملية على الرغم من التحذيرات الأمريكية ورفضها سيد سعيد كيف تفهم تركيا هذا التصريح الأمريكي؟ هل تفهمه بأنه اعتراض كامل على إجراء أي نوع من العملية العسكرية البرية في الشمال السوري؟ أم أنها تطالب بضمانات أو بتغيير خطة العملية بما يناسب النفوذ الأمريكي الموجود في تلك المنطقة؟ مساء الخير تحيطي أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي هذا غير مفاجئ لأنقرة فهو مقروء وسابق وثابت فالخلاف الأساسي تقريبا بين أنقرة وواشنطن في السنوات القليلة الأخيرة هو الدعم المستمر والتسليح والتدريب لوحدات الحماية أو قوات سوريا الديمقراطية من قبل واشنطن وعدم الاهتمام كثيرا أو الاحتفاء كثيرا بالاعتراضات والتحفظات التركية التي تعتبر هذه المنظمات منظمات إرهابية وانفصالية على علاقة بالعمال الكردستاني أساسا آخر عملية واسعة لتركيا في الشمال السوري ضد هذه الوحدات كانت عملية نبع السلام في 2019 وانتهت أو أوقفت بتفاهمات روسية تركية وأمريكية تركية ومنذ تلك اللحظة هناك فيتو أمريكي تقريبا واعتراض أمريكا على العمليات التركية الآن الحديث عن أن هذا النوع من العمليات يمكن أن يعيد النشاط لداعش وأنه يستهدف الجنة الأمريكية أنا أعتقد أن هذا رائع مقدمة هناك قناعة أمريكية فيما يبدو أن الاستثمار بوحدات الحماية يحقق عدة أهداف من بينها للمفارقة الضغط على تركيا على حدودها الجنوبية ولذلك أنا أعتقد أن تركيا تفهم أن هناك اعتراضا وضغوطا أمريكية لكنها أيضا في المقابل تدرك أن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على منع العملية أقل بكثير مثلا من قدرة روسيا خصوصا وأن تركيا فيما يبدو تخطط العملية محدودة وليس عملية واسعة وبالتالي مثلا مناطق مثل منبيج وترفعة التي يفترض أنها أهداف رئيسية لهذه العملية لا وجود ميداني ملحوظ للمتحدة الأمريكية أو لجنودها هناك وبالتالي حتى فكرة سلامة الجنود الأمريكان ليست محط نقاش في هذه العملية ولو كان الهدف فقط حماية سلامة الجنود الأمريكان لكان يمكن التفاهم مسبق بين الطرفين وبالتالي سحب الجدد الأمريكان من أي مناطق عملياتية ربما تكون ضمن العملية البرية التركية واضح أن تركيا تقرأ ذلك على أنه اعتراض سياسي على منطق العملية وليس فقط على تفاصيلها نعم أعود إليك سيد ريتشارد ويتس هل تستخدم أمريكا الأكراد للضغط على تركيا في حدودها الجنوبية كما ذهب وأشار إلى ذلك أستاذ سعيد الحاج وكيف نفهم هذا الدعم الأمريكي المحدود أيضا للأكراد حتى وإن كان على حساب تفاهمات أو توازنات مع حليف استراتيجي مهم في حلف شراء الأطلسي وهو تركيا نعم إجابتي ستكون أنه لا لا أعتقد هذا إذا نحتاج إلى مراجعة التاريخ لنرى أن الولايات المتحدة وتركيا كان دائما حليفان قويان بغض النظر على الموقف من سوريا وما يحدث بها منذ عام 2011 وأن الولايات المتحدة حاولت العصور على شركاء في سوريا لتعمل معهم وحاولوا العصور على معارضة معتادلة ولكنها فجأت بوجود المعارضة الأكثر تطرفا الـ CIA أنفقت مليونين الدولارات للبحث عن تلك القوات المعتادلة ولكنها لم تستطع سوى العصور على مجموعة قليلة ولذلك لعدم وجود خيارات أو بداية أخرى خررت الولايات المتحدة أن تعمل مع الأكراد وقوات سيريا الديمقراطية وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة أيضا قامت بهذا الأمر في العراق حيث عملت مع القوات الكردية في العراق في الشمال وما إلى ذلك وبينما تحاول في الوقت نفسه أن تتبع جماح تركيا والعلاقات الأمريكية التركية قوية ولكن في سوريا لدينا مشكلة ليس لأن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد هذه الخلافات مع تركيا ولكنها تود حل هذه الخلافات خصوصا فيما يتعلق بالأكراد وخصوصا لأن الريهم عدو مشترك ولكنها لم تحصل على الوسائل للقيام بهذا الأمر لذلك في الولايات المتحدة تعجز عن حماية حليفها الوحيد في سوريا في الوقت الحالي لتجنب إغضاب الأتراك سيد سعيد إلى أي مدى مستعدة تركيا المضي قدما بهذه العملية العسكرية البرية في الشمال السوري وتقويد العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية التي لم تكن على ما يرام على كل حال فيما يتعلق بالملف الشمال السوري مع أكثر من إدارة أمريكية متتالية منذ أوباما حتى الآن دعيني فقط أشير سريعا إلى أن الموقف الأمريكي أكثر حدة وأعلى سقفا حتى من الموقف الروسي يعني الروس تحدثوا عن تحذير من أن تكون هناك تبعات العملية البرية الأمريكان يدعون لوقف العملية الجوية حتى وليس فقط عدم إطلاق العملية البرية ووضعوا فكرة سلامة الجودة الأمريكان كعائق كبير ربما من هذا الأمر وكأنهم حتى يلمحون أن الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها موقف بيداني إذا العملية أطلقت الأمر الثاني أن عملية نبع السلام مرة أخرى في 2019 انهيت بتفاهمات والتزامات أمريكية وروسية تقول أنقر أنه حتى اللحظة العاصمة لم تلتزما بها تماما ولذلك هي مضطرة للعملية أنا أعتقد أن السياق الحالي لتفجير إسطنبول وما بعد واستثمرار القصف للمدن والداخل التركي والرغبة والدافع الداخلي المحلي إن كان حزبيا أو حتى شعبيا أعتقد أنه يضع تركيا من خيارات صعبة جدا ولذلك إذا ما استمر الموقف الأمريكي بهذه الطريقة وحتى الموقف الروسي أعتقد أن تركيا قد تذهب لإطلاق عملية محدودة رغم التحفظات الروسية والأمريكية ثم تذهب ذاحقا للتفاوض أو التفاهم ربما بنفس نموذج عملية النبع السلام في 2019 تكون عملية محدودة لا تثير غضبا أنا أعتقد أن ذلك قد يقود العلاقات التركية والأمريكية قد يؤدي لنوع من التوتر لكن سياق الحرب الروسية والأمريكية وكثير من التطورات مؤخرا والكرت الذي فيها تركيا بخصوص انضمام السويد وفنلندا لحلف النيتو وغيرها من الأمور أعتقد أنها تجعل العلاقات التركية والأمريكية بقدر ما هي مهمة لأنقر بقدر ما هي أيضا مهمة لواشنطن ولذلك عملية محدودة قد تكون في شمال سوريا ليس بالضرورة ستقود العلاقات التركية والأمريكية لكنها قد تدفع للجلوس إلى الطاولة مرة أخرى شكرا جزيلا لك سيد سعيد الحاج البحث المختص بالعلاقات الدولية كنت معنا من إسطنبول والشكر الموصول لسيد ريتشارد ويتس مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هاتسون كنت معنا من واشنطن